بتزا بشكل جديد شكلها وطعمها حكاية فعلا بتطلع لزيزة جدا بتكتسب اللون الدهبي بتكون لزيزة جدا وطعمها كمان حلو جدا بعاجينة وبمكونات موجودة عندنا في البيت مش بنزود لها حاجة تانية بس بيتحط دقيق وخميرة وحليب بودرة وزيت ممكن نستبدل الزيت بالزبدة يعني زي ما بتحبه تحطه بس انا عملها بالزيت بتطلع حشة وخفيفة جدا وعجينتها قطنية اهم شروط لنجاح البيتزا العجينة نفسها ان انت بتعجينيها كويس جدا معاكي وبعدين بتسيبيها تختمر لمدة نص ساعة وبعد ما بتفريديها وتحط الكور عليها بتسيبيها برضو ترتاح وتختمر لمدة عشر دقايق بكده هتطلع معاكي احلى بتزا ان شاء الله وبالهنة والعافية عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب يكون الجميع بصحة وعافية وهنا بوريكم اليوم بعمل بتزا بشكل جديد يلا نشوف مع بعض المقادير عندي كوبايتين دقيق طبعا منقلين كويس ممكن تنخليهم مرة او مرتين معلقة كبيرة ممسوحة خميرة معلقتين حليب بودرة ومعلقة سكر وعندي ثلاث معالق زيت وعندي كمان رشة ملح على حسب طبعا الزوقة يلا نبدأ مع بعض الطريقة هنحط المقادير على بعضها هحط الخميرة وهحط الحليب وهحط السكر وهقلبهم كويس جدا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم بعد محطيت المواد الجفة كده كلها على بعضها هحط بقى الملح يعني تقريبا نص معلقة صغيرة بحطها ملح وقلب وانزل بقى بيها على المية الدافية المية الدافية على حسب العجن عندي بسم الله الرحمن الرحيم محطش كتير في الاول عشان محطش دقيقة تاني كمان شوية تاني اخلي الزيت لاخر حاجة لو بتحب تحط زبدة ممكن تحط زبدة بدل الزيت اعجنها كويس جدا وبعدين هعجنها بيدي كده خلاص هعجنها بقى بيدي هحط معلقة من الزيت واعجن وبعدين احط المعلقة التانية وهكذا لازم كل ما تعجنيها هتكون افضل معاك البتزا تطلع حلوة وخفيفة وهشة لازم العجن في المعجنات لازم تتعجن تمام في البتفور في البسكوتات ما نعجنش كتير شايفين لمة معايا ازاي هحط المعلقة التانية من الزيت واعجن هحط اخر معلقة من الزيت بس مش هحط بقى تاني خلاص واعجن كويس جدا هنا في نقطة زيت عندي في نفس الطبق هحط بقى العجينة كده وهغطيها بستريتش رول واسيفها في مكان دافي على بال لما روح اعمل سوس البتزا سوس البتزا عبارة عن ايه عصير طماطم حطى معايا بصلة وحطى فلفل رومي لو بتحبوا الحار هتحطوا فلفل حار وملح وفلفل وبحطوا على النار يتسبك مع بعضي كويس جدا وكمان معاهم شوية زيت هعمل السوس وهرجع لكم كده العجينة اختمرت معايا البتزا هنزلها بقى وافردها هاخد منها بس جزء وهسيب الجزء التاني علشان اعمله ايه كور يعني هاخد منها جزء بالشكل ده كده افرده ودي هعمل بيها كور هوريكم دلوقتي شكلها عشان نعمل منها شكل حلو فردتها بالشكل دا كده وضع صنئة البيتزا ودهنتها زيت هحوش البيتزا بالشكل دا كده وهحطها فين في صنئة البيتزا بشكل دا كده علشان ارص الكور هنا فلازم اخلي مساحة مسافة بين البيتزا بين العجينة البيتزا وبن الصنية وهجيب الجزء التاني من العجينة واضطحها قطع متساوية علشان اعملها كور صغيرة باخد عجينة اللي هي عملتها كرة صغيرة وافرتها بالشكل ده كده واحط فيها ايه هحط عليها جبنة موزرلة وهحط كمان عليها زتون واقفلها كويس جدا علشان ما تتفكش معايا لما احطها في الصانية نقفل عليها كويس جدا عشان الموزرلة لما تسيح ما تنزلش معايا في الصانية وتعمل شكل وحش واعملها بالشكل ده اكورها واحطها في الصانية على اخر طرف كده يعني مسكة بين العجينة وعلى الصانية شايفين زي كده بالزبط واعمل واحدة تانية علشان اوريكو ادي التانية بعد ما قفلتها وحشتها بحطها بالشكل ده واسيب بس يعني نص صانتي ما بين كل واحدة علشان لما تختمر خلاص حطيت كل الكور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تطلع شكلها جميل ومرتب هروح اعمل ايه بقى هروح بالشوكة وافضل اخرم في كل عجينة البيتزا علشان لما تدخل الفورن ما تتنفش معايا علبل ما عملت الكور كانت العجينة اصلا خلاص اختمرت اعمله كويس جدا عشان اخرج الهوى فيها وصوص البيتزا عندي جاهز هبدأ انزل بيه على عجينة البيتزا حط معلقتين واشوف ما تغرقهاش جامد يعني بس بسيط ما نحطش صوص جامد كتير عشان ما تعجنش معانا تطلع البيتزا دي او العجينة دي بتطلع حشة جدا وخفيفة حطيت كمان نص معلقة تاني بالطريقة دي كده عندي سفار بيت حط عليه نقطة خل ونقطة كمان ايه ورشة من الفلفل الاسمر وافضل بقى ادهن الكور دي علشان تديني لون دها بحلوة جدا وادهن بخفية يعني ما دوس جامد على الكور علشان التخمير اللي فيها ما يهبطش مني وكده خلاص انا عملت الكور دهنت الكور بالبيت هعمل ايه بقى هرشها بالزاتون وهبشر عليها الجبنة المزارلة ممكن تحطوا اي جبنة تاني يعني على حسب رغبتكم اي جبنة بتحبوا تحطوها بتحطوها وكده خلاص حطيت الجبنة المزارلة هعمل ايه هدخلها بقى فرنة يكون من فوق ومن تحت لمدة تقريبا عشر دقائق ربع ساعة بتكون اتحمرت من فوق ومن تحت يلا على الفرن على فرن مية وتمانين درجة او متين درجة من فوق ومن تحت لمدة عشر دقائق ربع ساعة اقصى شيء نستودحها لا وهطلحها معاكم وهوريكم وكده بعد ما طلعتها من الفرن بالشكل ده شايفين لونها لونها جميل جدا بتكون دهبية وشكلها حلو بسيبها شوية تبرد بغطيها شوية وبقدمها وزي ما انتو شايفين كده قدمتها بالشكل ده لذيذة جدا يعني شكلها الواحد ومفرح تحسوا ان هي بيتزا لذيذة وعجنتها كمان قطنية جدا جربوا العجنة دي وقولولي ايه رأيكم فيها الجبنة مع الزيتون بتدي طعم خطير ممكن تحطوا اي حشوات انتو تحبوا تحشوها ممكن تحشوها ممكن تحشو الكور دي جبنة بيضة شدر ممكن تحشوها اي حشوات بتحبوا تحشوها احشوها اتمنى تكون البيتزا عجبتكم بالطريقة دي وبالشكل ده اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة